موسيقى يعني في الحقيقة النهاردة ذكرها فات أحد أبرز الشخصيات في تاريخ النادي الأهلي وأحد الشخصيات المؤسرة في هذا التاريخ سواء كلاعب أو كمدير كورة أو كشخص يعني أرسى مبادئ وقيم من ضمن القيم والمبادئ الكثيرة جداً الموجودة في النادي الأهلي واللي بيتبعها أجال النادي الأهلي المختلفة كابتن سابط البطل الله يرحمه طبعاً حارس كبير وأحد أبرز الحراس في تاريخ النادي الأهلي واحد كان بيحب الأهلي قوي واحد ارتبط بالأهلي حتى في عز مرضه الشديد كان متواجد على الدكة والأطاة كلنا عارفينها طبعاً في مباريات لبطولة الدوري أنا ما أتذكر في 2004 وبرجاريات لبطولة الدوري أبطال أفريقيا هي دي اللي أطاة أيوة الله ينور أبيبه كان مطش أهلي وزمالك المطش ده 2005 واحد قد حياته للنادي الأهلي جمهور الأهلي بيقدره جداً وحيفضل يحيي ذكرى دايماً كابتن ساوت البطل للذكرى الرقم 16 لوفاته ربنا يا رب يرحمه ويغفر له وسكنه في السيحة جناته وهو مثال يحتزى به في الحقيقة وأي حد عايز يكتب اسمه في تاريخ النادي الأهلي من دهب يشوف كابتن ساوت البطل كان بيعمل إيه ويعمل زيه سواء كلاعب وقائد داخل الملعب أو سواء كمدير كورة إداري شخصية كمان قوية جداً جداً الرجل كان بيقدر يدير الكورة بالشكل الأمثل اللي الكل دلوقتي يقولك احنا عايزين شخصية زي كابتن ساوت البطل في الكورة المصرية بشكل عام الكورة المصرية بتفتقد شخصية زي شخصية كابتن ساوت البطل الله يرحمه ويغفر له وسكنه في سيحة جنات وخلينا أقول لكم أن الكابتن محمود الخطيب كمان يعني اتكلم ويتصل بأسرة الكابتن ساوت البطل في ذكر أوفاته وتطمن عليهم ويعني إن شاء الله بإذن الله لما يرجع كمان هو في دبي بيزور أسرته كابتن الخطيب لما يرجع كمان هيزورهم ودي لفتة جيدة جداً ولفتة يعني متعودين عليها من أمناء النادي الأهلي يعني وتواصلهم الدائم مع الأسر الخاصة بهم وده أمر معتاد داخل النادي الأهلي فربنا رب يرحمه ويخفر له وسكنه في سيحة جناته ويفضل بإذن الله كابتن سابط البطل المساء اللي يحتزى به بكل تأكيد طيب دي لقطات جميلة طبعاً كان حرس عملاق وحرس ساهم في عدد كبير جداً منه بطولات والأنقاب وكتب تاريخ من دهب مع النادي الأهلي والقلعة الحامر طيب دي تويتر النهاردة الحساب الرسمي نادي الأهلي على فيسبوك نزل وقال سابط البطل يحمل الرقماً قياسياً في الحفاظ على نظافة شباكه وتخيل بقى بص كم يعني أنا مش عارف حسابها دي تبقى كم مطش بصراحة يعني 1442 دقيقة متتالية من غير ما يخش في جون يعني حكاً ممكن نعمل سؤال لحلقة كده النهاردة 1442 يعني كم مطش لو تعرفوا تحسبوا في الكنترول قلولي عدد كبير جداً جداً من المباريات يعني أعتقد حوالي بيقولولي حوالي 16 مطش عدد كبير قوي 16 مطش بيخشش في الجون يعني حاجة جمدة جداً جداً يعني أعتقد صعب جداً الرقم ده يتكسر لحد دلوقتي محدش وصل للرقم ده فيه ناس اقتربت بس من بعيد كده يعني فنظافة شباكه ب1442 دقيقة متتالية وهو الرقم الذي لا يزال صامداً لم يقتر منه أحد محلياً وقرياً وجعل البطل في المركز الثالث عالمياً يعني هو تالت واحد على مستوى العالم من حيثه عدم استقبال الأهداف على مدار الدقائق دي فدي حاجة طبعاً كبيرة جداً كابتن سابت البطل ربنا رب يرحمه ويغفر له ويسكنه في سيح جنته